السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وطالبات الصف الاول اعدادي اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله معادنا مع تكملة الوحدة السبعة احنا المرة الفاتحة وقفنا عند الدرس التالت هنكمل النهاردة ان شاء الله بنعند الدرس الرابع في الورد بوك بيج سيفن ستري صفحة تلاتة وسبعية شوف مع بعد كده الاسئلة واحدة واحدة نمبر ون وصل الكلمات من قصة ربانسين كروز مع المعنى بتاعه اول حاجة نمبر ون قالك الون دي مش مع اشخاص اخرين نمبر تو كوكونات ليا لارج براون نات لارج براون نات يبقى عندنا هدية ا لارج براون نات طيب نمبر ثري سيلر سيلر اللي هو ايه البحار اللي هو الراجل اللي بيعوم فيه او اللي هو بيبحر فيه البح اللي هو شخص بيشتغل على مركب او سفينة يبقى هنا سيلر ا نمبر فور سينك سينك اللي هو ايه يغرق go down into water go down into water يعني ايه بيغوص فيه الماء b the last one terrible terrible very bad terrible اللي هو فزيع او سيء جدا يبقى very bad تمام يبقى عندي كده نقرأ التعرفات مرة تانية alone alone not with other people coconut a large brown nuts sailor someone who works on a boat or ship sink go down into water terrible very bad نمبر two now complete the sentences with the words from exercise one اكمل الجمل باستخدام الكلمات الموجودة في exercise one يعني الاكسرسيز دوت هنكمل الكلمات النقصة اللي فيه بكلمات من هنا طب نمبر one I like coconuts but it's difficult to open them هو بيحب coconuts بس من الصعب ان هو ايه يفتحهم صعب فتحة طب my grandfather was ايه and visited countries all over the world هو كان ايه وزار دول حول العالم تبقى sailor sailor نمبر three do you like working with other people or do you prefer to work alone هل تفضل العمل مع الاشخاص الاخرين ولا تحب تشتغل لوحدك نمبر four I didn't like this story I thought the writer was terrible the writing was terrible انا محبيتش القصة ديت انا بازنن الكتابة كانت فضيعا I didn't like this story I thought the writing was terrible do you think that glass bottle will sink in the water sink هل تعتقد ان الازازة الازاز هتغرق في المية sink into water next does the noun sink mean the same as the verb حل الاسم من sink معناه هو هو ذي الفربي ذي الفعل use the dictionary to find out but لا هنا عندي يبقى اللي يجاب هنا no ليه no بقى ليه no عندي noun لو هي noun اللي هي noun معناها اي بقى a place where you wash plates and cups اللي هو المكان الحوض لو هو النون بتاعها اللي هو sink الاسم بتاعها معناها اللي هو الحوض الوش اللي انت بتغسل عليه بقى ايه الاطباق بقى والموعين والكوبايات والحاجات دي كلها طب النون النون طبعاً الحاجات دي فين فين in the kitchen ده النون طب الverb لو verb بقى معناها ايه اللي هي go down into water اللي هي يغرق للاشخاص او الاشياء يغرق تمام go down into water تمام طبعاً يفهمنا كده النون والverb النون a place where you wash plates and cups in the kitchen verb go down into water reading both the events from another day increases dairy in the correct order دوت يوم تاني من مذكرات روبونسون كروز هنحطها في الترتيب بتاعة تعال نقرأهم ونشوف usually the sand on the beach has nothing on it عادة الرمل على الشاطئ ما فيش حاجة عليه i looked and saw that the shapes were from someone's feet i am not alone انا بصيت وشفت الاشكال اللي موجودة ديت هي اثر اقدام شخص يبقى هو ايه مش الواحد today was different i saw some shapes in the sand اليوم كان مختلف انا شفت بعض الاشكال على الرم i got up early and walked along the beach again انا صحيت بدري ومشيت عبطول الشاطئ مرة اخرى ودي كانت number one طب تفتكروا ايه number two تفتكروا ايه تبقى number two number two هتبقى usually the sand on the beach has nothing on it عادة ان الرمل على الشاطئ ما فيش يبقى بعش علي ايه اي حاجة طب three today was different i saw some shapes in the sand i looked and saw number four i looked and saw that the shapes were from someone's feet i am not alone تعالوا كراءهم بالترتيب بقى i got up early and walked along the beach again this morning انا صحيت بدري ومشيت بطول الشاطئ مرة اخرى هذا الصباح usually the sand on the beach has nothing on it عادة الرمل على الشاطئ ما فيش في ايه اي اثار عليه ولا اي حاجة عليه today was different i saw some shapes in the sand ان يوم كان مختلف انا لقيت بعض الاشكال على او بعض الاثار على الرمل اخر حاجة i looked and saw that the shapes were from someone's feet انا بصيب ولقيت ان الاشكال ديت او الاثار ديت لي رجل شخص ما i'm not alone انا مش الوحدي اخر سؤال معانا who do you think is on the island write five questions can ask the person when they meet وقال لك من اللي تفتكر اللي هو على الجزيرة مع كروز الاخمس اسئلة ان ممكن كروزو يسألها للرجل قال له اول number one what's your name ايه اللي ممكن يسأله تاني where are you from من اين and do you speak english english هل تتحدث الانجليزية are you alone are you alone هل انت وحيد او لوحدك are you alone are you alone are you on the island لماذا انت على ايه الجزيرة ودول طبعا خمس اسئلة وممكن انت تسأل اسئلة تانية يعني دول مش الاسئلة الاساسية انت ممكن تسأل اسئلة تانية من دماغك يعني ما تاخدش الاسئلة ديت كأنها نموذج اجابة لا ان هنا اي اي سؤال اه ممكن انت تكتب خمس اسئلة تانيين او تكتب اسئلة مشابهة او ان لو شوف انت الاسئلة اللي تفتكر اللي ممكن يسألها للشخص الغريب اللي موجود معاه على الشاطئ او على الجزيرة وكده طلاب الاعزاء نكون انتهينا من حل السؤال الرابع من الدرس الرابع من الوحدة السبعة في كتاب الورك باك شكرا لكم طلاب الاعزاء وانتظريني في الفيديو القادم في الدرس الجاي اللي بعده على طول ان شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته